فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة لنتائج هذه الانتخابات فنحن أمام أربعة سيناريوهات الأول هو حكومة تعايش سيجد ماكرون نفسه في تعايش يسوده توتر بين رئيس وحكومة من معسكرين على طرفين نقيد ذلك طبعا في حال حصل حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة ماري لوبان المرشحة الرئاسية ورئيسه الحالي جغدان بغدلة وإذا ضمن التجمع الوطني وحلفائه الأغلبية كذلك في الجمعية الوطنية بالفعل طبعا احتمال ثاني أيضا يشير إلى اتلاف مع المعتدلين فمنذ خسارة ماكرون للأغلبية البرلمانية في عام 2022 عمل على تشكيل تحالفات في البرلمان على أساس تبادل الأصوات أو فرض التشريعات بدون تصويت بدلا من عقد حلف مع حزب آخر صحيح لكن هناك كذلك احتمال ثالث أيضا يتمثل في تعيين ماكرون لحكومة تكنقراط يمكن أن تدعمها جميع الأحزاب ماكرون قد يقرر أيضا ترك الحكومة الحالية برئاسة كابريال أتال المنتمي لحزبه بصفتها كحكومة تصريف أعمال يمكنه طبعا بعد ذلك الدعوة لانتخابات أيضا جديدة أما السيناريو الأخير مشاهدين والأكثر الدراماتيكية فهو استقالة ماكرون إذا واجه احتمال إزاحة أو إزاحته من اليمين المتطرف أو اليسار فحاليا يشير المعسكران إلى أنه بدلا من العمل مع الرئيس على إخراج فرنسا من الشلل السياسي فأنهما سيضغطان عليه للتنحي وهذا بالفعل ما حذرت منه لوبان المتوقع أن تكون خليفة ماكرون في الانتخابات الرئاسية 2027 عندما قالت بأنه لا خيار أمامه في حال حدوث أزمة سياسية سوى الاستقالة ترجمة نانسي قنقر